داخل هذا الكوخ الذي فشل في مقاومة الظروف المناخية التي بدت آثارها واضحة عليه تقاوم العجوز زينة بروغي للعيش بالمكان بمفردها منذ 28 سنة رغم افتقاره لشروط عيش البشر عيشة واحدة لا من يطلع علي لا من يقابني لا من يجيب لي حاجة غيري أنا وربي عندي 28 سنوان هنا نخدم واحدة نحفر بالبنات ونجري ونغرس وندي نبيع كما نقدرشها وقاعد وكل شوال أنا ريك دافيه يا ربي طيح علي قالوا لي وراح طيح علي قل فيهم خلي طيح وراح الروح ما عندي وان الروح السبعينية التي تعيش على كيس سميد تتسلمه بشق الأنفس سنويا من الجهة الوصية تعتمد في استمرارها في الحياة على ما تغرسه بسواعدها النحيفة ومساعدات أهل الخير كانت يا الدولة الملعام للعام من رمضان من رمضان ما يطلوا علي ما يشوفوني وان روحت وان تاكلي ما تاكليش ما تشربهش خلاه من رمضان من رمضان واندي هبسي جينا نشوفوا الحالة يعني صراحة والله العظيم من البكيان تجيك استغربنا لكن ما زالت حالة في الدنيا هذه عايشة في مكان كما هذا يعني هذا الخم تاعد دجاجة خم تاعد دجاجة عايشة مسكينة ما عندها حتى شيء أدنى شروط الحياة ما عندهاش اعترف الكوخ بعدم قدرته على مواصلة المقاومة كحال العجوز التي بلغت من العمر عتية فهل ستعترف الجهة الوصية بتقصيرها وتتداركه أم لا